اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا بد ان يسأل عنه شخص او جماعة هذه هي العدالة هذه العدالة يرمي اليها جميع المصريين النهاردة عندنا مجموعة من الاخبار يعني تعكس ما يحدث على ارض مصرين الحبيبة لكن خلينا نسترد معاكم بسرعة هذه الاخبار ونصل في النهاية الى الموضوع الرئيسي لهذه الحلقة الاحداث الجارية على ارض مصر خلينا نشوف النهاردة وزارة الزراعة تطلب مساعدة القوات المسلحة لمواجهة اسراب الجراد هذا الشبح الذي يطل برأسه في كل عام في هذا التوقيت بالذات يمكن استنوات اللي فاتت وزارة الزراعة ادرت بشكل او باخر تتعامل مع هذه الاسراب من الجراد لكن المرات النهاردة وزارة القوات المسلحة عفوا بتقول ان احنا رصدنا مجموعات كبيرة من الجراد وصلت الى السلك الشائك الحدودي طبعا قطعا ده جايلنا من الجهة الغربية من ناحية ليبيا ده زي ما بيحصل طبعا كل سنة تسللت ايضا بعض المجموعات ده بفعل الرياح العتية اللي جاية من الناحية الغربية لمصر في السياق ده بيأكد المهندس محسن عبد الرئيس الإدارة المركزية للأفات الزراعية انه تم توفير المعدات اللازمة والعمالة المضربة لمكافحة هذه الاسراب يعني تمنياتي مش مهندس محسن انه هذه المعدات وهذه العمالة يعني تكون فعلا صالحة وكف لمكافحة اسراب الجراد اللي كل سنة بعد ما تحصل الموجة تطلع لنا الجراد وتقول انه فشلت وزارة الزراعة في مكافحة اسراب الجراد هذا الجراد اللعين الذي يقضي على الاخضر واليابس دعوني اعزاء المشاهدين باسمي وباسمكم اهمسوا في اذنه ايها الجراد العزيز مصر مش نقصة خبر اخر حياة محزن استشهاد ضابط شرطة على يدي مجهولين رجلين شابين عاطلين كانوا بيحاولوا سرقة البنك الاهلي بطريق الكورنيش ولما حاول هذا الظابط الهمام الشهيد الذي نحسبه شهيدا ان شاء الله عند ربنا سبحانه وتعالى حاول ضبطهم طبعا افرغوا فيه من الرصاص ما يكفي لقتله حصل انه قطع طريق من زملاء هذا الشهيد طريق صلاح سالم طبعا احتجاجا على ما يحدث وانه ان الداخلية مزالت يعني ليست مؤمنة لأفرادها بالشكل الكافي يعني عايز اقول عشنا وشوفنا انه بقى البلطاجية والمجرمين هما اللي معاهم الاسلحة وضبط الشرطة والامناء والافراد ماشيين في الشوارع عزل يعني الحقيقة الآية بقت مقلوبة يعني طبعا خالص خالص تعزينا لأسرة هذا الشهيد البطل خالص تعزينا لوزارة الداخلية ولكل الشعب المصري اي حد بيموت من على ارض مصر سواء كان زابط او عسكري او فرد او اي مواطن الحقيقة بيحز في نفسنا كلنا خالص تعزينا لمصر كلها خبر ايضا يتعلق بالامن السجن ثلاث سنوات لقناص العيون واخيرا طبعا قناص العيون ده يعني اشهر ضابط ملازم اول في الداخلية والملازم اول محمود الشناوي يعني كلنا طبعا سمعنا الحالة بتاعته نشن يا باشا دي دي الجملة الاشهر اللي يعني تدولت كثيرا على مواقع الانترنت واللي شفناه على اليوتيوب كلنا لكن النهاردة اخيرا محكمة جنيات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد حكمت بالسجن ثلاثة سنوات على الملازم اول اول النقيب اللي ترقى محمود الشناوي الضابط باقتال امن المركزي والمعروف اعلاميا بقناص العيون طبعا ده الاتهام بتعمد اصابة المتظاهرين خلال احداث محمد محمود الاولى التي وقعت في نوفمبر في عام 2011 تمنياتي طبعا انا بهني القضاء على هذه الوقفة اللي انتظرناها طويلا واهني اهالي الناس اللي اصيبت عيونهم في هذا الحادث في احداث محمد محمود كلها وكل احداث حياة من بعد الثورة لحد النهاردة نتمنى ان نرى القصاص العادل من كل واحد مد ايده على مواطن مصري متظاهر شريف ما كانش اصدغل ان هو يصلح البلد مرة تانية بقول مبروك لكل شعب مصر نتمنى من هذه الاحكام الرادعة التي تجعل من ضابط الشرطة مواطن فقط يقوم بخدمة الشعب مش يصوب على اعينهم ده اللي احنا عايزينه للأسف الشديد في سياق متصل على صعيد بورسعيد ارتفاع حالات الوفاء الى 6 وفيات في بورسعيد ده جراء الاشتباكات الاخيرة التي حدثت اليوم وامس في الثمانية واربعين ساعة الاخيرة وصل عدد المتوفين او الشهداء الى 6 اشخاص من بينهم ثلاثة مجندين بقوات الامن واصابة نحو 600 في الاشتباكات التي حدثت اليوم امام مدرية الامن ومبنى المحافظة ومبنى النجدة تاني بقول احنا بقينا عايشين في ملحمة عزاء كل يوم لازم نطلع الهواء احنا او غيرنا وكل برامج التوكشو لازم تطلع اول حاجة تقولها نعزي الشهداء نعزي اهالي الشهداء نعزي الداخلية نعزي المصر كلها يا جماعة نفسنا نفوق من الكابوس ده من فضلكم مصر اذا فضلنا بالوضع ده هنخلص على بعضنا الشرطة هتضرب فينا وحنا هنضرب في الشرطة والمجندين الابرياء اللي ما نهمش زن بغي ان هما بيتلقوا اوامر من ضباط احنا مش عايزين نوصل للمرحة دي من فضلكم الامر اصبح يعني لا يطيقه لا يطيقه يعني اي حد في مصر اه علشان نعلق على هذه الاحداث الحقيقة عندنا يعني اه المحلل السياسي الكبير استاذ بهاء جالهوم استاذ بهاء مساء الخير استاذ بهاء استاذ بهاء جالهوم اه يبدو انه في مشكلة في اتصال مع استاذ بهاء لكن يعني خلينا احنا طبعا يعني هنعلق على الاحداث دي مع حضراتكم على طول مدار الحلقة ان شاء الله يعني معنا العميد الخبير الامني العميد محمود قطري ده خبير امني استراتيجي وله باع طويل في الداخلية يمكن هيكون كلام مهم جدا جدا من فضلكم توصلوا معنا وابقوا معنا لانه هنسمع كلام كتير جدا مهم في تحليله للاحداث التي تجري على ارض المحروصة فاصل قصير جدا انتظرونا وابقوا معنا اشتركوا في القناة سنعود الصحة والجمال نبض المشاهد في اطار التعاون المشترك بين قناة الصحة والجمال وجمعية الارمان لتخفيف الاعباء عن الاسر المصرية تعلن عن تبنيها لتكاليف العمليات التالية عمليات العيون للاعلان على قناة الصحة والجمال اشتركوا في القناة هل يتسبب الجن في ايذاء الانسان وما هي وسائل العلاج النفسية لهذه الظاهرة وما هي طرق العلاج بالقرآن وكيف نفرق بين الدجالين والمعالجين بالقرآن حقائق وأوهام للشيخ أحمد أبو عمار الراقي حقائق وأوهام يأتيكم الثلاثاء العاشر ونصف مساء لتوازول الصحة والجمال نبض المشاهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل أن أبدأ وأستمر في هذه الحرقة يجب أن أرحب بضيفي الكريم سيادة العميد محمود قطري أهلا وسهلا بحضرتك سيادة العميد محمود قطري هذا الخبير الأمني الذي سوف يعلق على هذه الأحداث لكن دعوني أولا أخذ مكلمة هاتفية من الأستاذ بهاء جلهم المحلل السياسي أيضا للتعليق على بعض الأحداث التي وردت في الأخبار أستاذ بهاء جلهم مساء الخير مساء الخير أستاذ بهاء كيف تعلق على يعني الوضع الأمني في مصر النهاردة في ظل استشهاد ضابط شرطة على يدي مجهولين النهاردة على الكورنيش وفي ظل ارتفاع حالات الوفيات إلى ستة النهاردة في بورسعيد كيف ترى هذا الوضع؟ يعني لعل هذه الأحداث ترتبط بشكل عضوي بالتحقاق الانتخابي الذي يجري تحضير لهو يجري فتح باب تراشخ الأسبوع القدم يعني هذه الأحداث مجتمعة تستهدف إرباك الدولة المصرية تعطيل هذا الاستحقاق والإتقاء على حالة من الفراغ الدستوري إتقاء أشراعية فقط ممثلة في رئيس الكمورية ومحاولة الانقباض على هذه الشرعية بشكل أو بآخر عضو إحداث حالة من القوضة في الشرع المصري لعل ذلك يعيدنا دكتور إلى ما كان حاصلا قبل ذلك في التحقاق عام 2011 حيث سبق هذا الاستحقاق أحداث محمد محمود نعم وكذلك استحقاق مجلس الشورى في 2012 الذي ترافق مع أحداث بورسعيد السادة بورسعيد والانتخابات الرئاسية التي ترافقت كذلك مع حدث الانتخاب السياسي ومجتمعي بإنشاء أن هل الدكتور محمد مرسي أو الفيط أحمد الشفيق وأخيرا استحقاق الاستفتاء على دستور المصري والتي والتي ارتبط وفورسعيد والقاهرة والسكندريس طيب أستاذ مهاء اسمح لي في السؤال حضرتك ترى أن هناك أيدي خفية تلعب من وراء السطار في إحداث هذه الحالات من الهرج والمرج على الصعيد المصري مصري يعني الأحزاب أو الكيانات السياسية فيها تتنوع إلى ثلاثة كيانات رئيسية الكيان الأول هو الكيان الإسلامي صاحب الشعبية العريضة في الشارع المصري الكيان الثاني هو الكيان الكيان الكوى الثورية وكذلك هو أيضا له شعبية وانقلت بالنسبة للإطلاق والكيان الثالث وهو يرتبط ارتباطه وعضوي بشكل كبير للغاية ونعني به فلول النظام السابق والمنتسابين للحزب الوطني المنحل هذه الكيانات الثلاثة لا يمكن إن كان أن هناك صراعا سياسيا بينها هذا الصراع ينعاكل بشكل وعاكر فيه أحداث في الشارع المصري لكن ما يحدث في الشارع علاقة كما عشرنا منذ قليل يعني ارتبط أو يشير إلى فلول أو أدبع النظام السابق الذي يريدون في كل مرة إفشال تقدم قطوة إلى الأمام أي إن كان من هو موجود في السلطة طوال إن كان رئيس محمد برسي أو إذا كان غيره إذا كان مثلا ينتمي إلى الداري المدني أو ما إلى ذلك هي حالة تريد أن تضع الدولة المصرية بين شد وجذب بين عدم تقدم وأوربانة تأخر يعني من الواضح أنه يراد لمصر أن تبقى كذلك وهذا مكمل الخطر فيما يحدث حاليا سيد الفضل كيف ترى من تقدم في مطار الانتخابات نعم لكن كيف ترى أستاذ بهاء يعني قيل قال أخرون في كتير من الصحف وكتير من جرائد التابعة للنظام الحالي أنه جابية الانقاص ضالعة بشكل أو بآخر في إحداث هذه الحالة من عدم التوازن في المجتمع المصري هل تؤيد ذلك أم تنفيه؟ الضلوع يعني أنا أنا أتطيع المتسلم هو ضلوع يعني بمعنى التكتم السياسي على ما يحدث أو اتفاق شرعية بشكل أو بآخر على ما يحدث لكن ضلوع يعني ارتكاب ذرائم وما لازلت فهذا غير متصور في كثير من القوى المدنية المشاركة في العملية السياسية الحالية وخصصا أنا ارتبعت ارتباطه بيئة الثورة المصرية منظر فيها قطية وهي ثورة بطبعات الحال كلنا يشهد أو يؤكد على أنها ثورة سلمية لكن توفير الغطاء السياسي لحالة الانت الضمت على ما يحدث هذا يردك الموقف وهذا يجعل من الاتهامات مادة متبادلة ما بين صيخيه نعم أستاذ بهاجالهوم المحلل السياسي بشكر حديك على هذه المدخلة القيمة نتواصل دائما مع حديك بإذن الله عودة إلى ضيفي الكريم سيادة العميد رحيب بحضرتك سيادة العميد كيف ترى يعني الوضح ذك خبير أمني وعشت في دهاليز الداخلية لفترة وصلت إلى تقريبا 27 سنة كتير 27 سنة يعني تسمح لك بالحكم على ما يحدث على أرض مصر كيف ترى كيف تحلله ولا أقول لها حضرك على حاجة هي الداخلية هيئة الشرطة منهارة تماما نعم وهلهلة من الداخل وهلهلة من الداخل لكن اللي بيحصل دلوقتي في برسعيد واللي حاصل في أماكن كثيرة لا يمكن أبدا أن يندرج تحت موضوع القلة المندسة نعم أبدا يعني دي باقي خلاص يعني لأنه مش ممكن أبدا يكون كل هذه الجحافل من الناس وكل هذه الآلاف وتكون دي موضوع أقل من دس لا ده هذا غضب هذا غضب جماهيري هذا غضب جماهيري يجب فهمه وفهم أسبابه علشان نقدر نتعامل معاه إزاي للأسف الشديد الشرطة انهارت أو وقعت سقطت تماما في أحداث ثورة 25 يناي وكان لازم أن ننظر إلى هذه الشرطة ونحاول إيقافها على قدميها مرة أخرى وهذا لم يحدث لم يفكر أبدا رغم تعاقب الوزراء عليها رغم هذا التعاقب رغم هذا التعاقب شيء غريب جدا إحنا عندنا بديهيات في الأمن الأمن ده له جناحان رئيسيان الأمن الوقائي والأمن العلاجي لازم الناس ترى العساكر موجودين قدامهم بيحرصوهم على نسق عسكرة درك زمان بس يبعسكرة درك متطور هذا الموضوع على فكرة بيعمل ألفة ومودة فيما بين الشرطة والمواطنين انت عارف حضرتك كان زمان في أيام عسكرة درك صحيح كان مصر أقل وكان عسكرة درك عسكري طبعا بسيط جدا لكنه كان عارف كويس جدا المكان اللي بيحرصه عارف الناس اللي فيه عارف بيانات عارف بيوت بس حضرتك قلت ان عدد الناس كان يعني مصر ساعتها كانت بنتكلم في 16 مليون بالضبط أنا كل ما هالناس تكتر هكتر عدد القوات لأنه فيه نسبة وتناسب لكذا نسبة يبقى لهم فرض شرطة أو زابط شرطة هذا الكلام طبعا مش معقول لأنه مش معمول بيه في مصر لأنه احنا عددنا قليل جدا احنا عندنا تقريبا 35 ألف زابط دول ودول مش كفاية على فكرة لازم يبقى الأمن أكتر من كده لازم الأمن زي ما بيقول الدستور يحرص كل مكان مسكون في مصر نعم إزاي بقى توضع خطة أمنية لهذا الكلام إنما اللي حصل دلوقتي إيه اللي حصل للناس العساكر والزباط قاعدين في الإسامة المراكز بيعملوا محاضر ده طبعا خارج عن موضوع موقعة الشرطة مع المواطنين وما إلى ذلك لكن إيه لكن حضرتك قلت إن الشرطة تعمل وفق سياسة عشوائية أيوة وصل لدرجة من الترنح تمام تمام يعني يعني حديك وضح لنا يعني إيه الشرطة تعمل وفق سياسة عشوائية بص حضرتك المفروض إن أنت لما تيجي تبني عمارة بتبني الدور الأولاني الأول الدور الأرضي الأول الدور الأرضي متصدع في الشرطة واقع خالص فإنت كل شوية تيجي تزبط في الدور التاني يروح وقع من حت تقوم تزبطه تاني يوحق من حت ما ينفعش ما ينفعش أساس الشرطة هو الأمن الوقاء لازم تتعامل منظومة أمن وقائي حقيقية على مستوى مصر طب وده كان موجود أيام حبيبي العدلي لا حبيبي العدلي كان راجل ضعيف في العلوم الأمنية وكان راجل معينه بتاع أمن دولة لا ما هو الأمن الدولة على فكرة ما يعتبرش زبط شرطة أمن الدولة وإن كانت أفضل كان هما لهم كعب العالي راجع علينا الكعب العالي بتاعنا كويس لكن الزابة أمن الدولة ده عمله أقرب إلى المخابرات مش عمل أمن داخل سيزعل الناس منك معلش ده حقيقة لا ده حقيقة ده الحقيقة فهو ما كانش بيعرف بيفهم حاجة أعتقد وفقا لل معين الأمنية آه يعني أداءه في الشارع ما كانش بيعرف حاجة في الأمن العام للأسف وهو الأمن العام ده مهم جدا هو العدلي لأنه بيعرفش حاجة وجاءت الظروف ساعدته معاه جاء الخسخصة البنوك خدت شوية والشركات خدت شوية والكنائس خدت شوية ما بقاش حاجة تحرص الشارع كويس وهو أصلا كان بيحمي النظام يعين يعني عساك له تبقى فين قوات تبقى علقاء مع أبناء الحكومية عشان يحمي النظام وهذا خطأ جسيم لو أنا عايز أحمي يعني منشأة حكومية أو وزارة أحمي الشارع بتاعها أحمي الشارع بتاعها الأمن له أساسيات لا تطبق الآن لو انتقلنا من حبيبي العدلي خلينا باللفات احنا عايزين النهاردة سيادة اللواء وزير الداخلية الحالي يعني احنا مش بصدد تقييم أداءه الأمني لكن احنا بصدد تقييم مدى نعكاس أداءه ده على الشارع إيه اللي بيحصل في الشارع النهاردة خليك سمعت معنا الأخبار آدي عدد القتلى زاد إلى 6 وفيه إصابة 600 في بورسعيد النهاردة وفيه ظابط شرطة أصيب قتل على الكورنيش استوشيد على الكورنيش يعني هذي هذا ألا ترى أن هذا خللا في المنظومة الأمنية طبعا خليك كبير جدا للأسف الشديد اللواء محمد أبرهيم ما احترام الشديد ليه خد الداخلية ووضعها في الفرن ووضعها أمام النار بالزبط دون أي تفكير دون أي خطط أمنية دون أي استراتيجية دون أي فكر ما فيش أي حاجة خالص كل اللي عمله اللواء محمد أبرهيم إنه هو وقف العساكر والزباط أمام الجماهير فيه ملحوظة مهمة جدا لازم الناس تعرفها أنا الأمن بالنسبة لي ما ينفعش في الثورة نعم ما ينفعش في الثورات إن أنا أقيم الأمن أنا الأمن عندي بعض القوات وقفها علشان واحد يرتكب جريمة أكل تمنعه أو إذا التكابها تجري وراه تطرده واحد هيخطف بنت واحد هيخطف سلسلة إذن هذا هو الأمن الحقيقي الجنائي أمن الشارع الذي لابد أن يشعر به المواطن إنما ما ينفعش تقول إن الشعب كله طالع وطالع بيطالب بحاجة وأنا وقف الشرطة قدامه أمام أشأمني بقى لا 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 ده ليست عملية أمنية ما ينفعش يوقف عساكر الحقيقة اللي هو محمد أبرهيم لم يخطط للأمن ولم يصنع أي منظومات أمنية هل ترى أنه ينفذ سياسات الرئيس مرسي؟ والله قلت أن قوات الشرطة والقوات المسلحة مجرد لنركاس لتعليمات الرئيس مرسي كل اللي بيقولوا السيد الرئيس مرسي هما بينفذوه يعني يبقى في الحالة دي على أرض الواقع أنا علشان أضرب نر على مظاهرة مستحيل أن قائد هذه القوة اللي موجودة في المظاهرة هيتخذ هذا الكرار ومستحيل أن ياخده مدير الأمن بل مستحيل أن ياخده هزير الداخلية لا يبدى من رجوع الرئيس يبقى إذن تحمل رئيس الجمهورية على يعني مغبت ما يحدث في الشارع المصري طبعاً بس أنا أعتقد حاجة أعتقد أن الرئيس مرسي يعني مش مش مدرك قوي لموضوع الأمن لأنه ده رجل أستاذ هندسة نعم وهو المفروض ما نطلبش أستاذ الهندسة بأنه هو يتصرف الأمن أو يعمل أمن طيب انسحاب الشرطة من الشارع في بورسعيد آه يعني بما تفسيره هل ده بيرجعنا لنفس النظرية انسحاب الشرطة في الجمعة بالتحدية يعني لا مش في التحدية في أيام الثورة في أيام الثورة في الجمعة جمعة لا هو حقيقة حقيقة لازم يعني في بورسعيد الأحداث الموجودة حاليا لأصبحت الشرطة خصم وعدو للناس وده بسبب برضو السياسات الوزارة السيئة الخاطئة وهو أحسن حل دلوقتي ان احنا نسحب الشرطة من بورسعيد أفضل حل هل ترى انو حضرتك التهديدات اللي بيقولها يعني مواطنه بورسعيد ان احنا هنستقل نعمل نستقل وان كان التهديدات يعني احنا بنقول ان ايه تهديدات لكن حضرتك ده مؤشر خطر لا تنسحب شرطة من بورسعيد مش أسنسي بورسعيد تنسحب من الشارع البورسعيدي تنسحب من الشارع البورسعيدي يعني هتفضل في سكناتها في الأماكن اللي هي موجودة والجيش يأمنها انما انا اعتقد ان هذه المرحلة لابد ان قوات الجيش تنزل بورسعيد تأمن لان الشرطة خلاص بقت خسم هي في حاجة مهمة جدا كان زمان واحنا زباط صغيرين كان الناس اللي كلها بيسمون فتاح اللي بيعلمونا يقوموا يقول لنا ايه يقولنا لما تخصف مشكلة في اتنين مختلفين اوعى تدخل نفسك طرف نعم انت على مسافة وحدة ما بين اتنين الشرطة ما كانتش على مسافة وحدة انا بقول كده كمان هي بتسمع كلام مرسي ليه لانه الحقيقة احمد جمال اللي هو احمد جمال كان باداؤه يعني هو نفس الفكر او نفس الفلسفة والاستراتيجية بتاعت محمد ابراهيم وان كان افضل كان اكثر حماسة اعتقد ان الاتنين ما يفهموش الامن خلينا نقف عند النقطة دي سيادة العميد لكن احنا عشان بنلمس المشاكل اللي موجودة بالفعل على ارض الواقع يمكن حقيق اثرت نقطة مهمة يعني علاقة الشرطة بالشارع طيب ايه رأي حديك في ان علاقة الشرطة بضباطها نفسهم هؤلاء الضباط الملتحين اللي عندهم مشكلة خلينا ناخد تأرير حوالين الضباط الملتحين ووقفاتهم لاحتياجية ومطالبتهم بالعودة مرة اخرى لديوان وزارة الداخلية ناخد تأرير ونرجع مع حضرتكم سريعا قانون وقفة جديدة تطالب بالحرية الشخصية طالما انه لا يوجد نص قانوني صريح يمنع تلك الحرية المطلوبة فمن امام مجلس الشورى نذى الضباط وافراد الامن الملتحين باحقيتهم في عودة الموقوفين منهم الى العمل وعودة من احيل الى الاحتياط الى عمله الاساسي مستندين الى سبعة احكام قضائية تلزم السلطة التنفيذية بما فيها وزارة الداخلية من عودتهم الى عملهم مطالبنا تنفيذ الاحكام القضائية اللي صادرت من القضاء الاداري واللي ايدها المحكمة الادارية العليا وفيه ناس مقدمها طلبات حوالي 1700 واحد مقدمين طلب بعفاء اللحية غير الناس المتضمنة ومنتظر من الحكم يتنفذ باحقيتنا النهال ده يا مشوعة فهي مسيرة ده كلام عبارة تسعيد السلم يعني الاعتصام بتاعنا احنا في الاصل اصلا معتصامين امام وزارة الداخلية داخلين في اليوم السابع النهاردة بعدين قررنا ان احنا نبدأ نسعد الامر ان هناك اي استجابة سواء من مؤسسة الرئاسة او من الوزارة مفيش طريقة منضبطة لتنفيذ الاحكام القضائية اللي صادرت بنواصر رسالة الداخلية بنعترض على سياسة وزارة الداخلية في عدم تنفيذ الاحكام القانونية بنواصر رسالتنا طبعا لمجلس الشورى هو المنوب بمرائبة السلطة التنفيذية في عداء عملها واحنا يعني ازا كنتوا حاناكم تعلمون اعتصامنا ان يستمر اليوم السابع من السلساء الماضي لا اعتصامنا امام وزارة الداخلية على الصور وزارة الداخلية بالفعل احنا مجموعة مننا تواصلت مع وزارة الداخلية مساعدين وزير يوم السلساء قالوا احنا ما عندناش مشكلة في رجوعكم بس رئيس السلطة التنفيذية ورئيس المجلس على الشرطة وهو الدكتور مرس رئيس الجمهورية يصدر قرار بعودتكم احنا ما عندناش مشكلة في استقبالكم ويرجوعكم العمل الوقفة لم تقتصر فقط على افراد الامن الملتحين بل ساندهم ايضا بعض المدنيين الذين ينادون معهم باعلاء دولة القانون وفي ظل ظهور بوادر انفراجة في الازمة اثر اجتماع مصغر ممثلا في احد المسؤولين بمجلس الشورى والمتحدث الرسمي لائتلاف الضباط الملتحين خرجت هذه الوعود احد اعضاء لجنة الدفاع والامن القومي نزل واخذ اسنين منها كنت انا اتشرفتنا انا اكون احدهم وتقابلنا مع السيد رئيس لجنة الدفاع والامن القومي وقال انه ان شاء الله يتم شرحنا له القصة بطريقة كاملة واعطيناهم الملف عشان طبعا يبتدي يقوم المجلس باختصاصه تبقى للمادة 108 من الدستور وبالفعل السيد رئيس اللجنة قال انه ان شاء الله يتم التواصل مع وزارة الداخلية عشان نشوف حل هذا الامر وحل هذا الموضوع وفي ذات الوقت لجنة حول انسان بالمجلس الشورى ان شاء الله باكر في ان شاء الله جلسة تستمعها تبقى لنا ان شاء الله تبقى الساعة واحدة ظهرا وان شاء الله احنا طلبناهم ان يكون في احد ممثل الوزارة موجود عشان نقف على بعض الامور يعني هم وعدوا ان شاء الله سيكون يعني هيحولوا في هذا الامر وفي نهاية الوقفة ناشد الجميع الدكتور محمد مرسي بصفته المسؤول الاول عن الوطن ومن فيه مطالبينه بتحقيق ما وعد في برنامجه الانتخابي اقوله يا رئيس بحق الكتاب الله وبحق الله بحق الحب اللي انا حبته لك زي بقيت ناس كتير حبتك بحلفك بالله وبحلفك بولادك ان دول ولادك اقمر برجوع من الشغل تاني اعيد اليهم قرامتهم وحياتهم الناس دي ضحت كتير اوعى عشان الناس المصريين اللي زيهم او يعني ابسط حقوقهم ان احنا ما هتجعلهم مكانتهم تاني في المجتمع وان هتجعلهم الحياة قبلة الحياة متواجدة في امضة منك الضباط الملتحون اه مشكلة الحياة على ارض الواقع يعني تعيشها مصر في هذه الاوينة لم نكن نتخيل في لحظة من اللحظات ان يعني تقف الداخلية بجبروتها المعروف في النظام السابق امام هؤلاء طب لما كانوا في النظام السابق ماشي كنا ممكن نقول انما النهاردة الدنيا تغيرت واصبح عندنا نظام ينتمي للاخوان المسلمين اذا المشكلة فين الضباط دولا مش عارفين يرجعوا لشغلهم ليه برغم وقافاتهم الاحتجاجية لليوم السابق على التوالي قدام الداخلية وقدام مجلس الشورى عندنا علامات استفهام كتيرة جدا هيجاوب عنها سيادة العميد محمود قطري تفضل يا فنم الحقيقة مشكلة الضباط الملتحين هي مشكلة بين الحرس القديم والحرس الجديد نعم الحرس القديم يالداخلية لسه فيها حرس قديم اه طبعا كلها حرس قديم كل قياداتها حرس قديم وهي للأسف الشديد الداخلية متربية على الطاعة وتنفيذ التعليمات فقط وكأن يعني كأن اذا تبعت هذا الامر تجد ربما تجد بدا الناس يوز التعليمات ربما لا تعرفه يعني دايما يقولك ده تعليمات يا فندم ده تعليمات يا أستاذ احنا منعيني الكلام ده عشان تكون لها تعليمات ومين بقى من اللي بيزر تعليمات من صحب تعليمات بترهم شي الحقيقة الداخلية بحرسها القديم مش قادرة تتصور ان فيه ثورة قامت في مصر والثورة دي طلبت بالحرية وطلبت بالديموقراطية وجاءت بالاخوان المسلمين دي نقطة مهمة لازم نسلم بان الإخوان المسلمين والسلفيين وغيرهم من طيارات الإسلامية دول شريحة كبيرة جدا كبيرة العدد وشريحة مهمة في المقترب يعني بصرف النظر حيك أسوله عن الثورة أو إن الإخوان يحكمه كان لازم النازل يدخل يدخل من الأول إيه معناه إن كان يدخل طالب لكلية الشرطة وعشان أبوه من الإخوان ولا هو من الإخوان ما يدخلش أو هو من السلفيين ما يدخلش لا 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 دلو كان خال عمت كان حدي من أريبه يعني لا كلام فارغ منفعشي والحقيقة هو لابد الإخوان أنا أجد رغم عدم رضائي عن أدائهم لكن أجد أنهم ظلموا ظلموا في تقلض الوزائف العامة في أيام العاد السابق وظلموا في الدخول لكلية العسكرية وكلية الشرطة وعشان كده أنا عاوز أقول حاجة إحنا علشان يعني واخدين على إنه الزابط لازم يبقى حال إدائنه ولازم يبقى شكله إيه اللي هيحصل إيه على أوروبا ده مش هيحصل حاجة ألاقي فيه أمثلة بتنضرب واحد مسيحي دخل واحد برابطة ويع وهو الزابط ده بيشتغل من بيتهم الزابط ده بيشتغل وفقا للقانون وفقا للتعليمات وله رئاسات لكن كيف تعلق سيادة العميد على أن رئيس المجلس العالي للشرطة هو السيد الرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الذي لم يصدر قرارا حتى هذه اللحظة بعودة هؤلاء إلى استلام أعمالهم بما تفسر أول مفروض أن الوزير وفقا للقانون يحكم عليه بالحبس والعزل لعدم تنفيذه قرار المحكمة حكم المحكمة بإعادة سبع أحكام القضائية يتحبس سبع مرات ويعزل سبع مرات ده قانون أن الموظف العام الذي لا ينتنع عن ترفيس حكم القضائي أو قرار المحكمة بيحبس ويعزل الحقيقة دكتور مرسي في المعايير هنا يعني منين إحنا بنقول احترام أحكام القضاء من ناحية ومن ناحية التانية قد نضرب بها عرض الحرس بالضبط ده كلام فارغ هو يعني العملية بالنسبة للحرس القديم خطيرة خطيرة جدا ده هتهد الجهاز الجهاز معدود الجهاز بيس وبعدين إيه المشكلة أنا يعني قبل ثورة كنت يعني بأسق في الرجل المربي دقنه في الناحية الاجتماعية لما روح أتعامل مع واحد مثلا رب ده إنه كده ولا حاجة راجب تقول ده راجب تعالى ربنا فإن كده يزدني فيه ثقة أكتر صحيح إنه فيه استثناءات وما إلى ذلك لكن أعتقد إن المسيحي اللي حيدخل على ظابط مرتاحي ربما يسق فيه حياسق فيه أنا لما أدخل على الأسيس ولو أفضل هسق في الأسيس لأنه عليك الرجل محتر يا سيادة العميد لو أفضلت خلصي بروح لظابط تاني بقى التعليمات مفيش قانون بيمنع فكرة التعليمات يا فندم دي تحليمات خلينا ناخد ناخد مداخلة تليفونية أهمة من سيادة اللواء عادل سليمان الخبير الأمني أيضا لتعليق على ما يحدث خاصة في ملف ضباط الملتحين سيادة اللواء مساء الخير مساء الخير مساء الخير يا فندم تفضل يا فندم كيف تعلق على وقفة الضباط الملتحين النهاردة ولليوم السابع على التوالي أمام ديوان الوزارة ومجلس الشورى ولم تتم الاستجابة حتى الآن لمطلبهم الأول والأخير بالرجوع لاستلام أعمالهم في وزارة الداخلية كيف تعلق على هذا أنا أعتقد أن هذا الأمر هو أمر جديد على المجتمع المصري لأن مثل هذه الهيئات النظامية لها قواعد معينة فيما يتعلق بالنبس و بالمظهر و بالشكل العام الفكرة هيشة فكرة إطلاق اللوحة أو عدم إطلاقها لأن هناك دول كثيرة لا تنتقيد أو لا تفرض قيودا على إطلاق اللوحة من عدمه سواء كانت لأسباب دينية أو لغيرها من الأسباب نجد هذا موجود في دول أسيا كثيرة حتى في بعض الدول الأوروبية ولكن الفكرة ترتبط بالهيئة النظامية وما يحكمها من ضوابط فيما يتعلق بالمظهر العام و بالزي إذا تم تعديل هذه العالمات بشكل أو بآخر لا ما ينعمل أن يكون هناك حرية في إطلاق اللوحة من عدم إطلاقها ولكن هو أمر جديد يجب أن توضع له ضوابط جديدة تنظم هذه العملية نجد أن هناك هيئات كثيرة نظامية تشترط تيونفورم معين في الملابس تشترط مظهر معين في الشكل وعلى من يلتحق بهذه الهيئات أن يلتزم بهذه التعليمات نعم يعني حضرتك شايف أنه بما أنهم ينتموا لوزارة الداخلية التي حددت شكل ضابط الشرطة فعليهم أن يلتزموا بهذه القرارات التي أصدرت سالفا ولا من تقوموا يرجعوا تعليمات منظمة للمظهر العام وللشكل العام وللسمة العام لشكل فرض الشرطة وضابط الشرطة فعلى من يلتحق بهذه المهنة لأني أمني أنا مدنية في الأساس الشرطة هيئة مدنية بالضبط ولكنها هيئة نظامية لأحقق وضوابط على من التحق على هذه الأساس أنا هلتزم بها نعم طيب سيادة اللواء عادل سليمان الخبير الأمني أنا بشكر مداخلة حضرتك أيضا يعني مداخلة مداخلة يعني أوجازة لكن خلينا يعني سيادة العميد محمود قطري خلينا ننتقل لملف أخر ملف يعني لا يقل سخونة عما نتحدث عنه في موضوع ضباط الملتحين موضوع المرور الأزمة العاصفة اللي إحنا مش عارفين كلنا دي بناء بنلمسها يمكن موضوع ضباط الملتحين دول مجموعة ضباط وعافين قدام الوزارة أو عند الشورى لكن المرور كلنا ما في واحد من اللي بيسمعونا النهاردة حضرتك ونت جاي أكيد عنيت من المرور خلينا ناخد التقرير ونرجع لحضرتك ابقوا معنا تقرير سريع ونرجع مع حضرتكم هكذا تبدو شوارع القاهرة كل يوم صوف لا تنتهي من السيارة بمختلف أنواعها لا تتحرك جميع الترك لا تؤدي إلى المنشود العاصمة تحت زلزال مروري على وشك الانفجار ملف من أهم الملفات حتى إنه تصدر البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي والتي وعد أيضا بحلها خلال المائة يوم الأولى من فترة حكمه ولما لا فأزمة المرور قد تفجر العديد من الأزمات التي بالطبع لا تخفى على المسؤولين ففي ظل أزمات التظاهر واختراق القانون من قائد السيارات وإن شئنا بلطغة البعض والتي تعد من أهل العقبات التي تعوق عمل رجال المرور في الشارع المصري وہادي دائري زحمة منذلة المحور剛مات ورد جز Intro لحدهم الزحم перв equip لعاب كله بالحكومه ما هي هي المشكلة؟ マ lempar غير م badges غير م76 مUD عربات بتقف الشوارع بتنزل الركاب بتنزل الشوارع هي دي الزحمة بتاع البلد كلها إيه المشاكل بتواجهك وتماشي الطريق إيه المشاكل كلها زحمة بدورها الطرق السريعة وخاصة الطريق الدائري والذي يشهد كل يوم تقريبا حادث مميد أو أكثر لن يفلت هو الآخر من المشهد المتكدس فالطريق الذي يعتبر المخرج والبديل الوحيد من زحام وسط المدينة يعاني أشد المعاناة من الزحام المروري خاصة في ظل تفاقم أزمة السولر والازدحام الشديد أمام محطات الوقود والتي تعتبر واحدة من العوامل المؤدية للازدحام أشهد كلها بعد كلها تستمت فاوضة مرورية لأن بتوع المرور النهار للأسف مش أدني سأتاره على الموقف الباقعين جالين كلهم فرشين وقدين كل النواصف بتاعت الشارع الرئاسية وبالتالي واللي بيوفه بيوفه أي حتى مزاجه ما بيتبقىش أي كواعد المرور ومعنا صح الاخلان عدمي معنا صح وانت جاي النهاردة كنت شايف الطريق فضي النهاردة دا هو معقول رايق النهاردة يعني النهاردة نوعا ما إنما بصراع كل يوم العملية صعبة 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 يعني في ظل تصدر أزمة المرور جدول أعمال كل الحكومات السابقة والذي يظل حلها هو الجوهر الذي يبحث الجميع عنه هل ستنجح وزارة الداخلية هذه المرة في إيجاد حل لمشكلة استمرت طويلاً حتى اعتاد الجميع على مشهد المحروصة مصطفاً بالسيارات والسؤال الأهم إلى متى ستظل الطرق في مصر غالباً ما تتجه بمورديها إلى وجهة لا قدر الله غير التي قصدوها أزمة المرور هذه الأزمة الطاحنة التي تعصف بالشارع المصري كل يوم هذه الأزمة التي تصدرت ملف انتخاب السيد رئيس الجمهورية في خطة المائة يوم الأولى غير أنه كما قال السيد رئيس الجمهورية أفلح في بعضها وأخفق في البعض الآخر يبدو أن الموضوع مش هينفعله مئة يوم ولا يا ساتي العميد إزاي نحل أزمة المرور ولا ميل ساة طب نعمل إياه نمشي إحنا في المصر طيب ولا نعمل إياه لا آلا أزمة المرور دي أزمة مستعصية عاملة زي المرض المستعصي فعلاً طبعاً هي زادت دلوقتي لكن هي في الظروف الطبيعية أزمة مستعصية عاملة زي المرض المستعصي كده زي السرطال هو العاذ بالله نعم فهي الحقيقة علشان هي أزمة مستعصية لابد من اتباع كافة سبل الإصلاح للدرجة القصوى هل من حلول فعلية حلول الفعلية بقى حلول خطيرة وهلول كبيرة جدا هو أنت من الآخر عشان تحل أزمة المستعصية كبيرة لازم تنقل العاصمة نعم عاملا عفوا بمبدأ السرطان الجراح لو عايز يخلص الموضوع بيستقصل احنا نعمل ايه في الأزمة المستعصية دي هو المفروض حضرتك أن احنا نخرج إلى الصحراء المصريين عايشين على خمس مساحة مصر والأربعة تخمس فضيين لازم نمنطلع أنه ست اكتبا لما تعملت ما ست اكتبا في صحراء مهما دينة جميلة وشوارعها واسعة ومعمولة كويس جدا لابد من قرار سياسي عالي المستوى لنقل العاصمة ده بالنسبة للمشكلة الأساسية الكبيرة لكن المشكلة القائمة دلوقتي كيفية التخفيف من عصارها الغير محتملة نعم المفروض أن احنا نبحث فيه جهتين احنا عندنا هيئة الطرق والكباري دي مختصة بالشوارع والطرق وفيه أخطاء هندسية كتيرة لازم أن المسؤولين وأعضاء هذه الهيئة يقومون بملفتها يعني يشوفوا الأخطاء الهندسية ويعملوها وثانيا المرور المرور مفيش أنا جاي لحطرتك من السفر من المدينة الضمنهول مفيش أي خدمة مرورية على الطريق نعم خالص والخدمة المرورية أصلا موجودة في نطاق وزارة الداخلية اللي هي سقطة اللي هي وقعة وخبرها داك يعني هو احنا محتاجين كمان الداخلية علشان علشان تحل مشكلة المرور لازم تصلح الداخلية وعشان تصلح الداخلية الداخلية أنا قلت في كلام دا وما هحتاجة قراره تاني عشان الناس تعرف احنا محتاجين لإصلاح الداخلية على ثلاثة محاول محور الفكر الأمن الفاسد الذي يتعامل مع الناس بعدائية ويعملهم كأعداء ويحتقرهم ويعملهم كحشرات لازم يتغير العقيدة الأمنية الفشلة المنحرفة لازم تتغير اللي هي بتخلي الزابط ينزل عشان يمسك مخالفات مش نظم المرور يمسك سلاح مش يأمن الناس يعني هدفه يملأ الدفتر اللي معاه عشان هدفه هو الأول أنا عندي الأمن دا المفروض ان أنا بأمن الناس واللي يكسر هذا الأمن مخالف أمسكه هذا السسناء يبقى الاستسناء اللي هو القبض على المخالف نعم انقلب الأمر أصبح الاستسناء أصلا عاما والأصل العام مش السسناء ملوش لازم يخالص نعم يعني لا تهتم وزارة الداخلية بتأمين المواطنين أكثر من اهتمامها بأنها تجري عشان تجيب قضية تضبط علشان يشقفونها في العملات وياخدوا بكافة يبدو ان الموضوع طبعا ذو شجون أنا مع حضرتك ان الموضوع ده محتاج ملف بحاله يعني أنا أستسمى حضرتك تشرفنا مرة تانية ان شاء الله عشان نتحدث فقط عن الأزمة المرورية في شوائع القائرة المحروسة لكن للأسف شديد وقتنا خلص وقتنا خلص بس أنا أعوز أقولها لحالة اتفضل أنا أناشد الرئيس مرسي نعم بأن يقوم فورا بإقالة الوزير محمد إبراهيم نعم لأن الوزير محمد إبراهيم حيثياتك في عشر ثواني في أداءه في الأمن مش مش فاهم حاجة نعم وبعدين غير كده دي اتهماتك أنا شخصيا لا لا أنا شخصيا ودو عرضت للمحمد إبراهيم العدل كان بيخسام لي فلوسي عفوا لم بقى كنت بقى عمل كده عفوا محمد إبراهيم دلوقتي بقى نعمل علاج في مستشفى أنا كنت في مستشفى شرطة في اسكندرين دي ماستألت أنا مع حضرتك بس دي ماستألت حضرتك عميد شرطة سابق ولك كل الحقوق أنت نالة معاشا وعلاجا لكن أنا عايز أقول لحظك أن دي مسألة ربما تكون شخصية شوية خلينا خلينا نتحدث عن الشأن العام شأن المصري بدللك بيها على سوء حالة أنا عايز حيثيات أكتر من كده إن شاء الله أنا حلتقي بحضرتك في حلقة أخر نتناقش فيها في حيثيات إقالة الوزير من عدم وده حنتناقش فيه إن شاء الله يجيني فرصة أناشد الرئيس برسي بحاجة بسيطة أنا بس عشي الوقت خلينا ليس محتي يا دكتور برسي اتفند اعشك اللجنة على مستوى عالي من الخبراء الأمنيين وضباط الشرطة القدامى وفقهاء القانون وعلماء علم النفس وعلماء علم الاجتماع لتقوم هذه اللجنة الموسعة بوضع ميثاق للشرطة ومن هذا الميثاق يستنبط قانون للشرطة وتعدل القوانين الداخلية التي تحكم النظارة التي ساعدت على المحسوبية دي إعادة الهيكلة دي إعادة الهيكلة ثم عمل منظومة أمنية وقائية ده مهم جدا مهم جدا اتفق مع حضرتك وإن كان هذا رأيك وأنت مسؤول عنه أعتقد أنه ليس فيه أي شيء يضر ده بالعكس هو يرمي إلى الصالح العام سيادة العميد محمود قاطري أنا أشكر حضركك على هذا الحضور الكريم المشرف لنا وإن شاء الله على وعد بلقاءات أخرى بإذن الله على منبر قناة الصحة والجمال المشاهدين نرجو أن نكون أضفنا ولو قطرة صغيرة ألقينا بحجر في هذا الماء الراكد في بركة مصرنا المحروسة نلتقي بكم الأسبوع القادم انتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة